هذه المشاريع وخاصة المشاريع البلد التحتية تحتاج إلى إدامة واستكمال بمعنى أن الآن مثلاً كملت شبكات المجاري في عظوم واسط رح نوصل إلى 85% وأيضاً نصل إلى 65% من أعمال البلدية نحتاج 20% من المشاريع أنه نستكمل شبكات المجاري حتى لا تندثر أو أنه سر بها مشاكل فنية فإحنا الإجراءات حاكمة عدة أخير الموازنة أن الحكومة الحقيقة عدتها برنامج هذا البرنامج الآن سيطبق وفق التعليمات الموازنة أيضاً الإيجابية الجيدة أنه نعرف موازنتنا في 2024 بمعنى ما ننتظر بعد موازنة شهر الواحد نقدم خطتنا للسنة الجديدة وهذا مهم جداً أنه الموازنة الثلاثية رح تخلينا نخطط لثلاث سنوات والآن خطتنا المتكاملة كمحافظة واسط أنه مشاريعنا لثلاث سنوات جديدة أنه بواحد تريليون ممكن أن توزع على ثلاث سنوات وتنهي ملف الخدمات بشكل تام وخطتنا لهي عشرين خمسة وعشرين أنه ننهي البنى التحتية بشكل تام لا يجددينا أي مشروع بنا التحتية مستقبلي إذا مضينا في خطة الثلاث سنوات التراكمية التي هي وفق الفجوة في الخدمات نعم يبقى عندنا المناطق المستحدثة التي كانت توزيع قطع الأراضي الجديدة إن كانت عشوائيات هذه تحتاج إلى موازنات خاصة وصدق التنمية إذا ممكن أنه يساعدنا في هذا الجانب